بسم الله الرحمن الرحيم أنا اسمي علي عبد الرؤوف وأشكركم جدا وممتن لمتابعة حضراتكم لما أطرحه في قناتي على منصة اليوتيوب بما له علاقة بأطوحات في العمارة والعمران وأيضا في الشأن العالم مداخلة اليوم لو سمحتم حضراتكم سأركز فيها على دور النقد وبخاصة دور النقد في حالة العمارة والعمران وسأستكشف مع حضراتكم أو سأستجود مع حضراتكم ما أسمي أنا أساطير في إشكالية النقد وخاصة في السياق المصري تسمحوا لي أني أشارك مع حضراتكم مجموعة من الشرائح ونتناول باقي الأفكار بإذن الله الحقيقة المداخلة كما طروا حضراتكم بعنوان عن فلسفة النقد لكن الحقيقة العنوان الأهم والأكثر تأثيراً هو هدم الأساطير في النقد ذوء التأثير حالة العمارة والعمران والحقيقة أنا فعلاً تعمت أن أستخدم كلمة الأساطير لأن الأساطير التي في أحيان كثيرة جداً ليست حقيقية لكن تصل من القوة ومن النفوذ أنها تشكل أفكارنا وتشكل توجهاتنا وتشكل أساليب حكمنا على الكثير من الأشياء الأسطورة الأولى أسميها السرية مطلوبة والعمومية مذنومة وسأفسر هذا الموضوع لكن قبل تفسيره أنا الحقيقة تعرضت لتجربتين دالتين وفارقتين منتمين لهذه القضية قضية السرية وقضية العمومية المزمومة وأنا أذكر أنني دعيت لمناقشة رسالة ماجستير يشرف عليها واحد من كبار أساتذة العمارة في مصر وأنا كنت الحقيقة حاصل على الدكتوراه بصورة حديثة وعندما انتهى الباحث المحترم من إلقاء عرضه تناول الموضوع عديد من الأساتذة المشاركين ثم جاءت فرصتي فأبديت وجهة نظري في القضية البحثية وفي المنهجية التي اتبعت وأيضا في مجموعة النتائج والتوصيات التي انتهى إلي الباحث أنا أذكر جدا جدا أن عندما انتهيت من كلامي أو يمكن لم أكن أن انتهيت من كلامي بالكامل لكن هذا الأستاذ الكبير المشرف التفت لي وقال لي بالحرف الله فيه إيه علي وانت هتخبط في الرجل بتاعي أنا لا أنسى هذه الكلمة أو هذه الجملة لأنها لا تعبر إلا عن أننا نتعامل مع مناسبات كثيرة جدا جدا تتطلب أعلى درجات الوعي والجدية نتعامل معها من منطلق المجاملة يعني مناقشة رسالة ماجستير في سياق جامعة مصرية هي يعني مناسبة اجتماعية لطيفة نتجاذب فيها أطراف الحديث وناكل حاجات ونشرب حاجات وخلافة لكن نتعامل معها بمنظور جدي وخاصة لو هذا المنظور الجدي من واحد هم شايفين واحد صغير يعني أنت راجل لسه واخد الدكتوراه يعني اهدى واعرف حجمك هذا الموضوع تطور معايا لواقعة أخرى وبناء على هذه الواقعة أيضا كنت حضرات رسالة الدكتوراه ورسالت الدكتوراه بعد ما انتهى الباحث لقيت المشرفين والممتحنين يعني أيمين يمشوا فأنا اندهشت جدا وطلبت منهم إذا نتكلم وكتبت بعدها مقالة سمتها الابتسامة والدكتوراه والشيكولاتة وكنت بنقش فيها كيف يتم مناقشة أبحاث الدكتوراه والحقيقة الواقعة دي مهمة جدا ومشهورة لأن أنا بناء عليها حرمت من دخول جامعة القاهرة اللي هي الجامعة اللي أنا تخرجت منها وحرمت أيضا من إلقاء محاضرة عامة كانت مجدولة إن أنا أقوم بعمل لكن أنا يعني بشرك حضراتكم هذا الموضوع ليس الاستدعاء ألم أو الاستدعاء يعني خبرة قديمة قد يعني تكون مؤلمة أو بالفعل كانت مؤلمة بالنسبة لي لكن لأركز على فكرة ثقافة المجاملة ثقافة المجاملة مقلقة وهادمة الخطوعة لو تزاوج مع ثقافة المجاملة ثقافة الخوف هاتين الثقافتين قادرتين على هدم أي مشروع حضاري في أي دولة عندما يصبح المثقف والناقد والكاتب والمفكر والصحفي والنعماري والأكاديم كل هؤلاء يعانوا من أما الخوف أو حتمية المجاملة نقع الحقيقة في الفخ اللي أنا بسميه الأسطورة الأولى السرية مطلوبة والعمومية مزمونة وبالتالي عندما أنقض أي مبنى أفاجأ دايما بأن الناس تقول لي لا والله ما تجيبش إسماء الناس يعني لازم تنقض نقد مبني للمجهول يعني مبنى كذا 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 روع بقى تجيب المعماري اسمه إيه ميدان كذا كذا حصل فيه تكوير كذا ما تجيبش اسمه من فضلك أنا مرة كتابولي وأنا بتكلم على ميدان التحرير انت لو كتبت اسم المعماري ده كده تشهير تشهير قضية تشهير ممكن يرفع عليه قضية تشهير أما أنت تقول مثلا أن ميدان التحرير تعرض لأزمة كبيرة جدا جدا من معماري لا يفهم قيمة هذا الميدان ولا يفهم قيمة الحدث الذي تم فيه لكن المشكلة بقى زي ما أنا كاتب أمام حضراتكم هل يرضى المعماري مجاملة سرا وعدم ذكر اسمه علنا الإجابة لا يعني ده مدهش جدا المعماري بقى أما يكون عامل عمل هو سعيد بي أو شركة مقاولات أو تطوير عقاري عمل عمل احتفالية بمناسبة افتتاح المشروع أو وضع حجر الأساس أو كلافه يحزن جدا جدا أنه ليس من أوائل المدعوين ويكتب على صفحات التواصل الاجتماعي ويستنكر أين قيمة المعماري ولماذا لا يتم دعوة المعماري وكيف يتم دعوة المقاول ودعوة المستثمر ولا يتم دعوة المعماري المبدع الذي خلق هذا المشروع طيب لو أنت فعلا شاعر بقمتك الإبداعية وشاعر بمساهمتك في هذا المشروع أنت يجب أن تقبل هذا بوجهي وجه أن تدعى وتوضع تحت الأضواء ووجه آخر أن يتم تحليل أعمالك وتفندها وتقدمها بصورة تفسيرية وتحليلية للآخرين تخيلوا معايا لو انتقلنا من حالة العمارة لحالات أخرى تخيلوا لو أنا وضعنا نقاد الفن السينمائي أو الفن المصرحي أو الفن التشكيلي تحت نفس عباءة الخوف أو ثقافة الخوف التي نضعها لمن يمارس النقد المعماري والعمراني في مصر يعني مثلا زي من أكاتب لحضراتكم الفيلم جميل جدا جدا لكن حزاري تتكلم على اسم المخرج حزاري تقول من هو المخرج حزاري تقول من هو الكاتب حزاري تقول من هو مؤلف الموسيقي حزاري تقول عدل إمام عمل إيه وناديا الجندي قالت إيه وأحمد زاكي عمل إيه حزاري اتكلم على الفيلم كده أخد بالك كده او وعد جبسي وتخيلوا معايا إن إحنا وصلنا إلى حالة من ثقافة المجاملة وثقافة الخوف إن إحنا نمنع الزكر كل من ساهم في هذا العمل أنا أذكر صديقي العزيز الأستاذ الدكتور نبيل الهادي أستاذ العمارة في جامعة القاهرة وهو بيقول يعني النقد هو النقد هو اللي بيسأل أسئلة بيطرح أسئلة أما بنترحها بساعات الناس بتمشي يعني دي جملة صادقة جدا جدا من نبيل الحقيقة يعني إن توصلت لمرحلة في سياقنا المعماري والعمراني أكاديمي أو مهني إن أنت مجرد بس تطرح تساؤلاتي يعتبروها على طول مسألة شخصية وأنا يعني عندي عشرات بالمئات من الوقائع التي أطرح فيها قضايا لها علاقة بعمل معماري بعمل عمراني بعمل تخطيطي ينتقل مباشرة إلى مساءلة شخصية في بعض الأحيان تبقى مساءلة شخصية حتى أن يعلق بالبلد التي أعيش فيها أو البلد التي أعمل فيها طيب هل هناك زواهر في مصر وأعمال معمارية وعمرانية في مصر تستحق مننا التوقف؟ يقينا يعني مثلا طرح لطيف جدا جدا هذه الجامعة اسمها جامعة المستقبل وفيه تساؤل بيطرح هل الجامعة اللي اسمها جامعة المستقبل المصممة في مدينة جديدة عندما تصبح المرجعية البصرية لها هي الكالوزيم الروماني اللي كان فيه المصارعين الجلادياترز بيقتلوا بعض وتنتشي الجماهير الرومانية المجاهدة بالدماء المبعثرة في هذا الكالوزيم طيب هو ده إعلقته يعني الاستعارة الفلسفية هنا قيمتها إيه يا جماعة هل هل يحق لمعماري أو لعمراني أو لناقد أن يضع هذه الصورة أمامه ويخلق منها قضية للنقاش ده مهم جدا 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 الأسطورة الثانية وهي أيضا أسطورة مهمة جدا جدا ويلجأ إليها الكثيرون في مصر لهدم قيمة الناقد وهدم قيمة النقد أول ما تتعامل مع قضية نقدية أو معمارية أو عمرانية في مصر أول حاجة يعملها المعماري أو العمراني الذي توجه له التحليلك النقدي أن يرتد إليك قائلا يا فاشل أنت لو كنت فلحت في العمارة ما كنتش تعمل تمارس النقد وأنا كل هؤلاء أقول لهم نقطتين رئيسيتين النقطة الأولى يجب أن ندرك أن النقد عمل إبداعي وأن النقد والإبداع هم وجهين العملة واحدة وأتحدى أي مجال فني في العالم سينما مصرح رواية تشكيل زي ما أنتوا عايزين يكون فيه مهضة حقيقية دون أن يتوازى معها ويتداخل معها ويتشابك معها حركة نقدية قيمة هنا نأتي لما معنى كلمة ناقد وخلفية هذا الناقد وثقافة هذا الناقد والجهد العنيف الذي يبزله من أجل القراءة والتحليل ولذلك أتداول النقطة الثانية يعني هل محمد أركون مهدي منجرة عبد الرحمن منيف الذي ألف رواية مدن الملح التي كشفت ماذا حدث في مدن الخليج كشفاً لم يتمكن منه من عمقه أي مؤلف أو أي مفكر أو أي محلل حتى هذه اللحظة شارلز جينز الناقد المعماري والعمراني الشهير هل هو معماري فاشل؟ جين جايكوبس التي أحدثت ثورة في فهمنا للعمارة والعمران هل أنا أقول عليها هذه معمارية فاشلة ولا عمرانية فاشلة؟ دكتورة مونة أبازر رحمها الله وهي تتحدث عن القاهرة وتشرح القاهرة وتعيد اتشاف القاهرة هل يعقل أن أتهمها في طرحها النقدي بأنها لجأت إليه لأنها إنسانة فاشلة؟ يعني نريد مراجعة مهمة جداً جداً ما فيش حلول خالص ده أيضاً فخ من الأفخاخ الشهيرة وأسطورة من الأساطير الشهيرة أن الناقد يقدم حال الناقد لا يقدم حال لأن الناقد يقدم رؤية الناقد يقدم تصورات الناقد يقدم أطرحات الناقد يستفز المبدع ويجعل المبدع يعيد اكتشاف نفسه لو المعمار يطلب من الناقد أن يقدم لها حلول أنا شخصياً أول حاجة هقولها للي بيطلب مني كده اعتزل المهنة إذا لم تكن قادراً على أن تفهم كيف يمكن أن تستخدم ما يقدم إليك من أفكار ومن أطرحات ومن إلقاء الضوء على زوايا لم تكن مدركاً لها تكتشف قيمتها لتطوير أعمالك وتكتفي بأنك أنتم مبدعين أو معمارين فاشلين وحتى مش عارفين تقدموا حلول دي قضية مهمة جداً جداً مهمة جداً ندرك في فكرة أن النقد لا ينقض فقط ولا بد أن يقدم حلول هذه الأسطورة أنها أيضاً مطبطة بالعملية التعليمية نحن وخاصة في مدارس الإمارة والعمران في مصر لا نتعلم المعنى الحقيقي للنقد هنا أنا لا أتحدث على أن يكون في مناهج ما قبل التخرج أو ما بعد التخرج مادة اسمها النقد المعماري والعمراني أنا أعتقد أنها بقت موجودة في العديد من مدارس العمار والعمران في مصر لكن أنا أتحدث عن الممارسة الحضارية لفكرة النقد ومنها مثلاً كيف يتم تحكيم مشروعات التخرج كيف يتم تحكيم رسائل الماجستير والدكتوراه إذا لم نتمكن في هذه المناسبات من إرساء ثقافة النقد بمعناها العميق سنظل دائماً نكثف قيمة الأسطور الثالثة أن الناقد لا ينقض ولا بد أن يقدم حلول خلينا ننتبه لأشياء كمان مهمة جداً إيش معنى يعني النقد المعماري والعمراني اللي حالتنا صعبة كده وأي حد زي أخوك وما يمارس النقد المعماري والعمراني يتبهدل ويتشتم ويحصل له حاجاتك صعبة جداً جداً إحنا ما نعرفش أن إحنا عندنا في مصر جمعيات نقدية لها رصيد تاريخي وأثرت في الحركات الإبداعية في مصر والعالم العربي كله بل الداعي والعالم أيضاً جمعية نقاد السينما المصريين يا خبرة بياض ناس في منطال قوة رفيق الصبان شريف رزق الله علي بوشادي حاجة حاجة تفرح يعني إحنا بنتكلم على جمعية مؤسسة وبها أعضاء كيان كامل لنقاط الفن السينمائي في مصر الفن التشكيلي الفن التشكيلي له جمعية وله كيان وكل من ينتمه لهذا الكيان يمارس النقد في مجالات التشكيل ولكن كثير منهم أيضاً مبدعين ورسامين وشاركوا ونحاتين وشاركوا في متاحف يعني أنا أتواضع وأنا بقول هذه الأسماء عز الدين نجيب مختار العطار يعني راجل راقي ومبدع وكتاباته يعني عذبة جمال الجوالي صبحي الشاروني وغيره الأسطورة الرابعة الفارق بين المقال النقد ورصد الحالة أو الموقف النقد ده مهم جداً جداً بقى يا جماعة ناخد بالنا من الأسطورة الرابعة دي يعني إيه بقى الأسطورة الرابعة دي؟ يعني أنا أتوقف أمام لمحة معينة وأتساءل فتلاقي واحد بيقولك يا عمي إيه اللي أنت بتقوله ده أنت ما كتبتلناش المقال النقدي كامل ولا يحق ليك أن أنت تتساءل هذا التساؤل إلا ما تعمل دراسة كاملة متكملة لا لا دي أسطورة دي أسطورة لأن الناقد بينتبه إلى إشارات بينتبه إلى تحولات بينتبه إلى رايات حمراء كبيرة مثلاً مثلاً هو أنا محتاج أنتظر لو حد قال لي أن الأعمال اللي موجودة على يمين الشريحة دوق دي من تصميم حسن فكحي واحد يقول لي إحنا كنا بنقلب في درج مكتبه لقينا أن طحات السحاب دي كان هو بيصممها تتوقف على طول تتوقف وتستنكر وتتساءل أنت مش محتاج تخش بقى تعرف أن طحات السحاب دي تفعها كام ولا التكييف فيها محلول إزاي دي قضايا ثانوية القضية الكبرى أن هذا المعماري الرائد صاحب المدرسة التي لها تأثير محلي وإقليمي وعالمي فجأة هناك من يقول أنه يقدم عمارة لها جرعة مختلفة تماماً ولغة مختلفة تماماً وفلسفة مختلفة تماماً هنا أنت تتوقف أمام رصد الحالة ورصد الموقف النقدي المحكمة الدستورية في مرسو وأنا كتبت عليها مقال نقدي مطول لكن بدون المقال النقدي المطول وأنا أشكر رحمه الله المهندس أحمد ميتو الذي كان من القليلين القليلين الذين شكروني الذين شكروني على هذا المقال عندما تتأمل فقط تتأمل الصورة تندهش لماذا تصبح العمارة الفرعونية ومفردتها المتضخمة هي المرجعية للمحكمة الدستورية المزهل أن المعماري نفسه رحمه الله في شوار منشور باللغة الإنجليزية طبعاً هنا يعني اللغة بتتدخل لأن الواحد بيبقى عنده حرية أكتر تعرفين الكتابات بالعربي مراقبة أكتر من الكتابات بلغات أخرى هو نفسه قال المبنى ده مبنى فاشي فاشي هو نفسه قال هذا المبنى مبنى فاشي لأن المبنى بعيد عن يجسد روح القانون ويجسد معنى العدادة طيب حالة نقدية أخرى موقف نقدي آخر لسه جديد يعني مدينة القاهرة وأنا عملت عدة مداخلات في قنوات فضائية مختلفة أتحدث فيها عن ما أسميته ظاهرة تمزيق القاهرة تمزيق نسيق هذه المدينة بما يبنى فيها من كباري طيب هل أنا محتاج وأنا بتأمل هذه الصورة وأكون فكرة نقدية عنها أن يقال لي عيب عليك كده أنت ما تعرفش الأستاذ محمد اللي في الدور التالت هنا اللي سكن في الدور التالت هنا وجهة نظره إيه ما يصحش ده صاحب المحل اللي ما عرفش فين أنا ما ديش دعوة بكل هذه الأشياء هذه الصورة ترصد أمامي حالة نقدية الكبري يمزق المدينة الكبري يحطم خصوصية الساكنين حوله الكبري خلق أسفله مجموعة أوكار لبيع الكبدة والطعمية والأهاوي وخلافه والسيارات كما هي بالضبط السيولة لم تتحقق والسلاسة لم تتحقق ولم يحدث شيء هذه صورة تمثل رصد رائع لحالة نقدية يمكن أن يكتب عنها كتب فيما بعد عفوا متأسف احتفاليات كبيرة جدا والصور للأعلام وخلافه لمشروع سكني هذه الصورة تنتمي لما أسمي أنا المخازن البشرية لا يمكن أقبل أن حد يقول لي حضرتك لسه ما شفتش المصطط الأفقي حضرتك لسه ما شفتش حجرة النوم كام في كام حضرتك ما شفتش المطبخ مفروش ازاي حضرتك ما شفتش حلاوة الحمام والباب مفتوح اليمين والدوش على الشمال دي كلها أشياء ثانوية تتراجع أمام إجرام هذه الصورة هذه الصورة تجسد مرجعية بصرية لمشروعات تم هدمها في السبعينات لأنها أخلت بقيمة الإنسان وأخلت بقيمة السكن إذن هذه الصورة إذا اتخذ من خلالها موقف نقدي هذه عملية مشروعة بالكامل بالكامل هذا يجعلني أصل أيضا إلى حالة من الحالات اللي عانيت فيها مؤخرا معاناة كبيرة جدا جدا ويعني أنا يعني كل موقف بيتخذ الحقيقة بيصفر عن الكثير من التجاوزات والكثير من الشتائم والكثير من النس يعني تتهمني في حاجات لها علاقة بعملي ومكان وجودي وخلافه لكن من أكثر الوقائع اللطيفة المرسودة في السورتين أن أنا اتهمت أنني إنسان جاهل ولا أفهم معنى قيمة النقد لأن الحقيقة ممكن جدا جدا أن المعمار ينتقل ما بين حالات مختلفة فيبني بالقباب والقبب كما هو في السورة الأولى العليا ثم ينطلق إلى حالة حداثية شديدة التطرف الحداثي كما هو موجود في السورة الثانية الواقع هذا حقيقي صح صح يحق تماما للمعمار أن يتحول أو ينتقل في حقابات لأن الحقيقة الإبداع هو رحلة وزي ما بيكاسو انتقل في مراحل مختلفة من حياته أيضا المعمارين يحق لهم ومشروع لهم تماما أن تتغير أفكارهم وتتطور أفكارهم الإشكالية هنا لها شقين أساسيين الشق الأول أن الانتقالات بتاعتك دي ما تكونش انتقالات كل 48 ساعة يعني المشروع ده عادة والمشروع ده كلاسيكي والمشروع ده روماني والمشروع ده إسلامي لا أنت هنا تحولت إلى ترزي بي لأن ده معناه أنك لا تملك قضية فكرية معينة لكن لو أنا بشتغل بقى لي 3-4 سنوات أنا مؤمن بالتكنولوجيا المتوافقة في البناء ثم بدأت أشعر بأن هناك قيمة في المواد الجديدة بدأت أشعر بقيمة العمار الهجينية بدأت أشعر أن قد يكون من الوارد تزاوج ما بين الطرز وأبدأ أمارس طرح جديد أو محل جديد في أحلات الإبداعية هذا مشروع تماما أنا عندما وضعت هاتين الصورتين وتحدست عنهم تحدست من منطلق أن المعماري الذي يعني صمم المبنيين كان يوبخ المعماريين وخاصة الشباب لسنوات طويلة ويحذرهم أنتوا لا تبنوا العمارة الحقيقية أنتوا لا تفهموا القيمة الحقيقية عمنا حسن فتحي قال لنا عمنا عبدالواحد الوكيل قال لنا طيب لو أنا بجهلي وضعف قدراتي لقيت حضرتك بنيت المبنى اللي في أسفل الشريحة يحق لي أن أنا أقول لحضرتك الله سبحان مغير الأحوال فبمنتهى السلاسة وبمنتهى الهدوء يحصل حكتين أولا نعم هناك تحول ثانيا ما هي مبررات هذا التحول ده كلام مشروع جدا جدا لكن أن يتم مواجهة هذه الحالة النقدية اللي أنا رصدتها بأنك يا أمي أنت جاهل يا أمي أنت إيش فهمك؟ هو أنت شفت المشروع كله على بعضه؟ هو أنت شفت أنا عامل إيه في الحمامات؟ هو أنت شفت أنا عامل إزاي في الدور الأولاني وعلاقته بالدور الميزانين وعلاقته بالسطح؟ دي قضايا تفصيلية الصور هنا صور دالة لأنها رصدت كما قلت لحضرتكم حالات نقدية ومواقف نقدية تستحق التفصيل شوفوا الفنانين التشكيليين اللي متوكوا أنا على جمعية نقاد الفن التشكيلي لما شافوا المستوى ده من الأعمال النحتية في مصر عملوا ستيتمنت عملوا تصريح عملوا موقف حالة النحت في مصر مخزية هؤلاء نقاد مخلصين هؤلاء نقاد يحبوا مصر محدش بقى هيتكلم على من فضلك حضرك ما شفتش بقية التمثال حضرك ما شفتوش من وراء ما حستش بيه هو حضرك لمست التمثال طب انت عايف التمثال ده ما صنوع من ايه ده دون دون نقاد وعلماء وناس كبيرة جدا وناس فهم فن وناس فهم تشكيل عيب ان انا اقول لهم كده لكن انا لازم اتأمل هذا العمل النحتي واقول نقاد الفن التشكيلي في مصر يقدمون صرخة لنستفيق هل انا جاهل ولا مش جاهل الاستاذ سمير غريب واحد من اهم نقاد الفن في مصر يتحدث عن ترسيخ اصول النقد في فن العمارة والحمد لله الحمد لله انه يشير لي ويقول ان الحج علي عبد الرقوف عنده كتابين مهمين النقد المعماري ودوره في تطوير العمران والعمار والعمار المعاصر الحالة المصرية والعربية ومقالات نقدية في العمارة المصرية طيب يعني لو انسان ومفكر وناقض في قيمة سمير غريب بيشير الى اطرحاتي والى قمتي في مجالات النقد المعماري والعماري عيب واحد بقى يعمل عمل معماري ويقول لي بس يا جاهل انت ايش فهمك انت بتتكلم على شغل ازاي او متجبش سيد اسمي اوعد جيب سيد اسمي انا متوحش متجبش سيد اسمي ابدا هذا هو الكتاب اللي اشار متأسف هذا هو الكتاب اللي اشار اليه الاستاذ سمير غريب اللي هو اول كتاب يصدر في العالم العربي عن النقد المعماري ودوره في تطوير العمران العاصر في حالة المصرية والحالة العربية انا اذكر حضراتكم ان رسالتي للمجستير ايضا اللي نقشت سنة تسعين واحد وتسعين كانت اول رسالة مجستير في الشرق الاوسط تتناول قضية النقد المعماري انا لا اتحدث هنا عن سابقة اعمالي انا فقط اريد ان اقول لمن يقول لي اسكت يا جاهل يا عمي بس شوف الرجل الحج علي عبد الرؤوف ده عمل ايه بس في مجال العمارة والعمران والنقد المعماري والعمراني احدث فيها عن مهازل الوراق ومهازل العالمين ومهازل العاصمة الجديدة واحللها وافندها بالارقام وبالاحصاءات في الوقت اللي كانت الناس لا الا متخوفة لا الا بتقول ما شاء الله بقى عندنا اعلى برج في افريقيا طيب ننتبه يا جماعة نقول الناس اللي عندها شجاعة القدرة النقدية يعني برضو كويس نقف جنبهم كتابي عن ميدان التحرير الكتاب الوحيد الذي يتناول القصة الانسانية والمعمارية والعمرانية لميدان التحرير شعب وميدان ومدينة العمران والثورة والمجتمع هذا الكتاب بدفع تمن كتابته غاليا جدا 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 ومع ذلك انا شديد الفخر لان ميدان التحرير واحتضانه لصورة 25 يناير كان يستحق ان يكتب عنه كتاب يوضح هذه السردية ويوضح عظمتها وعبقريتها دور الناقض ايضا له علاقة بما يحدث في مستجدات تحديات تصورات واستشرافات للمستقبل هذا هو كتاب الجديد اللي صدر بس من اسابيع عمارة وعمران ومدينة ما بعد جائحة كورونا كيف سنتصور تشكيل مبانينا وتشكيل احيائنا وتشكيل المدنة في ضوء ما تعلمنا من جائحة كورونا تساؤلات مهمة جدا جدا والحمد لله اننا عملت كتاب كامل لأحاول ان اقدم هذه التساؤلات اخيرا الناقض ايضا يشتبك مع قضايا المجتمع ويكون شجاع في الاشتباك مع هذه القضايا ولذلك انا لا ابخل ابدا ومهما كان التضحيات او العقاب ان يكون صوتي مسموع من اخر القضايا اللي اشتغلت عليها بصورة مكسفة جدا في العديد من وسائل الاعلام وايضا في الكتابات كانت فكرة ازالة العوامات في مصر وتحدست عنها وبينت وبينت ان هذه ايضا قضية لها علاقة بعدالة العمران ولها علاقة بديمقراطية اتخاذ القرار ولها علاقة بكيف يصبح صوت المستثمر اعلى من صوت الشعب يعني انا الحقيقة ما اريد ان اقول انني يعني في نهاية في نهاية هذا اللقاء اريد فقط ان اؤكد لحضراتكم انني كنت احاول هدم هذه الاساطير التي تحدست عنها لان هدم هذه الاساطير ومحاولة اجهاد ثقافة الخوف واجهاد ثقافة المجاملة هي الوسائل المتبقية لنا لنشعر اننا نحب مصر حب حقيقي انا دائما اكرر واقول حب مصر لا يمكن ان يعبر عنه بتحية مصر ثلاث مرات حب مصر معناه ان تستغل قدراتك تستغل علمك تستغل خبرتك وتستغل شجاعتك ايضا لو الظروف سمحت لك ان تكون شجاع ان تكون قادر على المواجهة لا تتردد ولذلك انا اتمنى ان تكون هذه المداخلة وسيلة ل يعني انتاج وعي جديد يجعلنا نفهم ان النقد مهم وان النقد مؤثر وان النقد قادر على ان نخلق مصر افضل واجمل ومحتوية للمصريين جميعا دون ان نقع في فخ المجملات وفخ الخوف وفخ الاساطير النقدية التي يجب ان نهتمها انا ممتن جدا جدا لمتابعة حضراتكم للتروحاتي وساستمر فيها بصورة اكثر انتظاما ان شاء الله شاكر لكم جدا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم علي عبدالعو شكرا جزيلا شكرا